اشتركوا في القناة بسم الله ينبدأ أولا أنواع الفعل في اللغة العربية الفعل أساسا هو ما دل على شيء والزمن جزء منه وهو ينقسم إلى فعل ماضي ومضارع وأمر والفعل الماضي وشيء حدث وانتهى والمضارع شيء يحدث الآن والأمر هو الحس على طلب شيء والفعل المضارع كما تعلمون يبدأ بحرف من حروف أنايت أما من ناحية أنواع الفعل فهو ينقسم إلى قسمين فعل صحيح وفعل معتل أولا من مقصود بالفعل الصحيح الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العلة أي ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة وحروف العلة في اللغة العربية هي الواو والألف والياب وللفعل الصحيح أقصاء ينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقصاء منها المهموز والمضاعف والسالم أولا ما المقصود بالفعل المهموز الفعل المهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة سواء كانت هذه الهمزة في أول الفعل مثل أكل أمينة أمرا ولاحظ أننا نتكلم على الفعل في حالته الأصلية هو أصل الفعل في زمن الماضي أو كان الهمز في وسط الفعل مثل سألة أو دأبة أو سأمة وقد يكون الفعل مهموز الآخر أي أن الهمزة في آخر الفعل مثل الفعل قرأ ونشأ ولجأ ويعرف الفعل المهموز في أوله بمهموز الفاء لأن كلمات اللغة العربية تقاص على وزن فعلة أي الفاء والعين واللا فمهموز الأول هو مهموز الفاء وهذا النوع من الأفعال الصحيحة يسلم من التغيير ما أحرف المضارعة إذا ما صغد منه فعلا مضارعة بمعنى كلمة يأكل أصلها أكلة فإذا أدخلنا عليها المضارعة أصبحت يأكل أو تأكل أو نأكل بقيت الهمزة على حالها وأيضا كلمة أخذ نقول يأخذ أمر يأمر ثانيا الفعل المضاعف وهو النوع الثاني من أفعال الصحيحة النوع الأول كان الفعل المهموز أما النوع الثاني فهو الفعل المضاعف والفعل المضاعف هو كل فعل حروفه الأصلية صحيحة ولكن حرفين منها من جنس واحد أي من حرف واحد وينقسم الفعل المضاعف إلى قسمين القسم الأول منها وهو المضاعف السلاسي أي مكون من ثلاثة أحد وهو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد أي حرف واحد ومكر مثل الفعل شد وهز لاحظ أن هناك تشديد على حرف الدال في شدة فأصل الفعل شد شين دال دال وكذلك بقية الأفعال إذن في الفعل السلاسي هو ما كان وسطه وآخره من جنس واحد أي من حرف واحد مكرر أما النوع الثاني فهو المضاعف الرباعي وهو ما كان الأول الحرف الأول والثالث من جنس واحد والحرف الثاني والرابع من جنس واحد مثل جل جلا لاحظ الحرف الأول والثالث جيم والحرف الثاني والرابع لام أو شق شقا خل خلا سل سلا عس عسا زلزلى هدهدى قلقلى لاحظ أن الحرف الأول والثالث نفس الحرف والحرف الثاني والرابع من نفس الجنس النوع الثالث والأخير في الأفعال الصحيحة هو الفعل السالم ومعنى سالم هو الذي سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وأذن من حروف العلة مثل الفعل جلسا كتبا لعبة ضربة لاحظ أن هذه الأفعال لا يوجد بها همز ولا يوجد بها أي حرف مضاعف وكذلك خلت هذه الأفعال من حروف العلة وهي الوا والألف والياء إذن فهذا هو الفعل السالم إذن الأفعال الصحيحة تنقسم إلى مهموز ومضاعف وسالم أما الفعل المعتن هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف من حروف العلة وحروف العلة كما تعلمون هي الألف والوا والياء ومن ناحية الأنواع أو الأقصام ينقسم الفعل المعتن إلى خمسة أقصى وهي كالتالي رقم واحد الفعل المثال ومعنى كلمة مثال هو ما كان أول حروفه الأصلية حرف علة أي أن الفعل يبدأ بحرف علة سواء كان هذا الحرف هو الواو أو اليا أما الألف فلا يبدأ بها الفعل مثل وعدى وزنى وقفى هذه الأفعال بدأت بحرف الواو وهو حرف علة أو يسرى يأسى يبسى أيضا هذه الأفعال بدأت بحرف علة وهو اليا لاحظ معي أن الفعل المعتل الأول بالواو يغلب على الفعل المعتل الأول باليا بمعنى أنه أكثر من الأفعال المعتلة بالواو تجدها كثير جدا أما الأفعال المعتلة باليا فهي قليلة وقد عددها النحويين والصرفيين في 24 فعلا وهي قليلة الاستعمال في اللغة ومنها مثلا يفعى يقنى يمنى يسرى يقوضى يرقى وهذه الأفعال قليلة في الاستخدام إذن فالأكثر في الفعل المعتل الأول هو الذي يكون معتل بحرف الواو النوع الثاني من الأفعال المعتلة هو الفعل الأجوف ومعنى أجوف هو ما كان ثاني حروفه الأصلية حرف علة أي أنه معتل الوسط مثل الفعل قال أو صامى ونامى نحظ أن الحرف الثاني حرف ألف وحرف الألف من حروف العلم أما النوع الثالث من الأفعال المعتلة فهو الفعل الناقص وهو ما كان آخر حروفه الأصلية حرف علة أي أنه ينتهي بحرف العلة مثل دعا قضى جنى سعى مشى وما إلى ذلك من الأفعال النوع الرابع من الأفعال يسمى اللفيف ومعنى كلمة لفيف هو ما كان فيه حرف علة أي يوجد بالفعل حرفين من حروف العلم وينقسم اللفيف إلى نوعين النوع الأول منهم يسمى اللفيف المقرون أي هو الفعل الذي عينه ولا محرف علة أي أن حرفي العلة متتاليين مثل الفعل أوى شوى روى عوى لوى لاحظ هذا الفعل يبدأ بحرف صحيح وهو حرف الهمزة مثلا في أوى ثم حرف الوا والياء وهما حرفي علة وكذلك في بقية الأفعال أما النوع الثالث من اللفيف يسمى اللفيف المفروغ وهو لا زفاؤه ولا محرف علة ويفرق بينهما حرف صحيح يعني يبدأ بحرف علة وينتهي بحرف علة وبينهما حرف صحيح مثل الفعل وقاء الوا والياء حرف علة والقاء في حرف صحيح وكذلك الفعل وعاء وشاء وها أما الآن عزيزي التنميز فلدينا تنبيهات وفوائد خاصة بالدرس لمعرفة الفعل الصحيح من الفعل المعتل ينبغي عليك أولا أن ترد الفعل إلى الماضي أي إذا جاء الشيء في الامتحان استخرج أو حدد نوع هذا الفعل إذا كان الفعل في صيغة الأمر أو في صيغة المضارع لا بد أن يرد إلى الماضي مثال الفعل يتعلم قد يتعجل بعض الطلاب ويعتقد أن الياء حرف علة ولكنها ياء المضارعة الماضي من يتعلم عليماء وهو فعل صحيح سالم أما الفعل يستعيد مثلا فالماضي منه عاناء وهو فعل معتل الوسط أي أنه أجوف أيضا ينبغي حزف حروف الزيادة في الفعل إذا كان الفعل المراد معرفة نوع صحيح أو معتل به حروف زيادة لا بد أن تحزف هذه الحروف الزيادة كيف أحزفها؟ أزن الفعل على كلمة فعلاء فمثال مثلا الفعل يتكسر على وزن يتفاعل ارجع به إلى أصله فتجأة أنه أصله كسراء على وزن فعلاء ويستخرج على وزن يستفعل إذا أرجعناه إلى وزن فعلة فهي كلمة خرج والفعل في اللغة العربية كما تعلمون إما سلاسي أو رباعي وهي الحروف الأصلية أما الزيادة عن ذلك فهي حروف زيادة فممكن يكون الفعل سلاسي مزيد بحرف أو حرفين أو سلاسة وأكثر الأفعال مزيد بسلاسة حروف سجد بلد بالألف مثلا والسين والتاء والياء والسين والتاء لاحظ عزيز الطالب إذا اجتمعت همزة وحرف علة فنوع الفعل معتل الهمزة من الحروف الأصلية لكن إذا اجتمع معها في نفس الحل الفعل حرف الواو أو حرف الياء فالفعل معتل وليس فعل مهموس مثال الفعل رأى وجاء انظر إذا رأى الفعل انتهى بالياء وجاء الفعل أيضا فيه حرف الألف فنوع رأى معتل الآخر إذن فهو ناقص أما جاء فيه معتلة الوسط فنوعه فعل أجوف تدريب على الدرس إن الشباب عدة الوطني فهو يجد متعته في العمل ويحث على التفوق حتى ينال هدفه ويضع الحاضر عليه مسؤولية النهوض بالمستقبل فمتى يرتق الشباب يرتفع قدر الوطن السؤال الأول أعرف ما تحته خط لدينا كلمة عدة ومتعته والحاضر والوطن إذا نظرت إلى بداية القطع تجد إنه إذن فيه حرف ناسخ ناسخ والشباب اسمها وعدة خبر إنه مرفوع علامة رفعه الضم والوطن مضاف إليه سأضع لك بقية الكلمات في الإعراب السؤال الثاني استخرج من الفقرة مطلوب فعل صحيح سالم وفعل صحيح مضاعف فعلا معتلا أجوفا وفعلا معتلا ناقصا سأترك أيضا لك هذه الأفعال لتكتبها في التعليقات وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة إذا كان لديكم أي استفسارات ستركوها في التعليقات وإذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر